بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين في البداية أحيي جميع الأطقال الطبية والطبية المساعدة في ملكة الطبريق ومراقبة الصحة لما بذل منهم خلال الثمانية واربعين ساعة السابقة ليلة النهارة فهم يعتبرون برغم النواجئة من إنساني إلا أنهم يعتبروا ظنوب المسهولين لا يعلم عليهم أحد في الشارع قاموا بدور كبير جداً ضد هذا الوباء وخدمة للمواطن بلدياتنا الثلاثة طبريق لا شرق بساعة وفقهم الله ومزيداً من العطاء بلغت الحالات المنزبة والسالبة والوفيات والمنزدين في العزل سيترك للسادة سيد رئيس اللجنة الطبية وسيد مراقبة الصحة في مية خصة أما في مية خصة البلدية فقد قامت بقفل جميع صلاة الأفراح كذلك قامت بجميع القفل المقاهي قامت بإلغاء جميع المآتم والأفراح والمناسبات والتجمعات التي تتخص المجتمع تم استدعاء يوم الخميس أربع سيارات فطافي من بغازي لتطهير المدينة حيث يوم الخميس على ثمام الساعة الرابعة مسان ملدت في البدينة الحكماء اليوم كان عندنا به مجتمع وخذنا قرار مع بعضنا كمجلس تسيري وكمجلس حكماء لإلغاء جميع المناسبات والمآتم وقد طبق هذا القرار فيما يخص البلدية بالتعاون مع اللجنة الطبية ومراقبة الصحة التي يخصم هذا الأمر مباشر نحن متعاونين لما فيه مصطحة البلد في هذا الوباء نأسف شديد الأسف أن خلال 48 ساعة التي تحتبر قطاع الصحة بالكامل والبلدية في حالة طغاري نأسف أن لم يتصب بنا أي مسؤول من الدولة على جميع المستويات مع هذا اتصال واحد كان من الأستاذ رئيس الوزراء وكان موجود خارج ليبيا والمكالمة لم تتم انقطعت لبعد المسافة استفسر على هذا المضوء مذكورا سيد رئيس الوزراء مبارك الله فيه هذا كان الضراء الاختياطات المنصودة على مرار شكلت لجان أمن من الأمن العام والحارس البلدي بالمرور على جميع أحياء المدينة وشوارعها ونقل أي مخالفات أو أي سلبيات موجودة داخل هذا الغدن تم استدعاء السيد رئيس لجنة بساعد مراقب الصحة بساعد رئيس اللجنة الطبية بساعد وكذلك بلديه باللاشق وبلديه الطبرق حيستانع غدا على تمام الساعة العزرة صباحا بالبلدية الطبرق لاتخاذ الإجراءات المناسبة التي تقرها الليان الطبي المختصر هما يقضوا ونحن نلاكفل مشكرين الإعلام ما قلنا ما قيل في الاجتماعات بالأمس والأمس بالأسف الشديد برغم أننا علمنا الإعلام بتوصيل هذه المعلومات ونشرها على وسائل الإعلام الأخرى المرئية بالذات لم نشاهدها ولن تبث أرجو من إعلامنا وقنواتنا جميع ما يدار في هذا الأمر أن يوصلوه إلى قنواتنا بأمانة وبصر الممكنة حتى يعلم الجميع ما تعاني من هذه المدينة احتمال اجتماع غدا على ضوء تقرير أو ما يصلنا من الرسال الجانب الطبية احتمال حنقبل حدود حنقبل حدود من عين الغزالة لمساعد وصينا وحننوصي غدا أن أي يدخن من مصر إلى ليبيا يحجز لمدة 24 ولا نسمح بدخوله جميع الإصابات والمعلومات التي لديها المدينة المختصة كلها من مناسبات أما معاذي أو أفراف صلاة أي صارة لم تقفل سنضطر يقاتل نهائيا يوفق الله الجميع لما فيه الخير بعد الفصة لزملاي وأي استفسار نحن على استعداد الإيزابي السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرح الأنبياء والمرسلين طبعا نحيي جميع أناصر الطبية والطبية المساعدة في مدينة طبرق على الوقفة الجادة وكذلك رجال الأمن قسم شرطة النجدة على تعاونهم وتعرضهم للخطر في مواجهة هذا الفيروس وهذا الوباء إن شاء الله يزيع علينا بأسرع وقت وكذلك نخاطب سكان مدينة طبرق والبلديات المجاورة بالأخذ الجدية في هذا الموضوع لأنهم شوفوا فيهم عندهم هزوة نحن حضرناك مرة الموضوع الآن مصاب جلل مصاب كبير جدا فانتمنى منهم أنهم يتعاونوا مع الأطقب ويتعاونوا في تطبيق الإجراءات الاحترازية والحضر والابتعاد عن المناسبات واللي فيه المشاكل زي ما نول حاش فرج الإصابات المبدئية كلهم في مناسبات مآتم أو في مناسبات أفراح والآن بدأنا في المخالطين والأعداد في تزايد بلغ عدد الحالات التي تم تسجيلها لهذا اليوم 22 حالة منهم حالة وفاة ليبرأ مرسلنا تم أخذ العين قبل الوفاة بقليل والإجمالي 22 إصابة كان يوم 23 سبعة أول إصابة في مدينة طبرق كان عمرها 70 سنة بعدين يوم 25 سبعة كان ثلاث مخالطين يوم 27 سبعة كان إصابة لمخالطين يوم 28 سبعة كان في حالة جديدة وحالة مخالطة يوم 29 سبعة كان في أربع حالات موجبة 2 جديدة و2 مخالطة يوم 31 سبعة يوم العيد تم سحب حالات المخالطين للحالات السابقة تم سحب اليوم العيد في المساء الناس اللي تهبط في الأقم الطبية وطبية المساعدة وتشوى فيهم وتصور في حاجات مخلفات عملهم هذوم إياه يوم العيد معايدين هنا كان يوم العيد يوم 23 سابعة كانت جميع الفرق موجودة تم سحب عينات لمخالدين من يوم 23 سابعة يوم جمعة في الليل وبعتناها المباشرة كان ما فيش عمل في المختبر في بنغازي يوم السابت يوم الأحد نحن الناس هن يضغطوا عينها وكاننا في ارتخاء في النتائج أو في استعجال يوم 2 ثمانية يطلع النتائج أم الساعة 12 يعني من يوم 3 ثلاثين يطلع النتائج يوم 2 ثمانية في منتصف الليل وهذا يسبب في رعب حتى عند الناس يطلع النتيجة في الليل لطلع فيها سبع حالات البارحة كتكلم أهلهم ثمان حالات فيهم حالة الوفاة طبعا كتكلم أهلهم وتم تخذهم حتى في الليل يقعد فيها أرباك وفيها إزعاج ويحسبوا الموضوع في مشاكل في يوم يوم البارحة كانت ثمان حالات موجبة في أربعة جديدة للأسف وأربعة مخالطة فيهم حالة الوفاة كذلك تم سحب الحالات اللي هلهم تعاونوا من حالات بعض حالات المتوفيين اللي كان دخلا عندنا حالات طبعا للأسف الشديد الآن ما يحدث أي حالة مشكلة في الصدر حتى في العيادات الخاصة والعيادات المجمعة وكان يتم التحويل قسم العازل المباشر تسبب زحمة في قسم العازل قسم العازل الساعة السيارية بتاع عشرين سرير الآن هو مختف بالمرضى في حالة ما يقعد فيه زحمة في هذا القسم وتم سحب العينات نحن يخذر مننا وقت يومين ثلاثة بشياء طلعا في هذه الأثناء يقدر في مرضى أخر يبه دخول الآن نشكو من مش من حالات الموجبة مش من وضع حالات الموجبة نشكو من المشكلة في الحالات اللي هنه اجتباه هنحاولوا نفضل قسم أخرى في المستشفى خاصة في حالات الاجتباه كذلك ندعو دعيت من قبل جميع الألقم الطبية اللي خارج مركز الطباء الطبي من أطباء باطنة في الصحة بصفة عامة أو في أي مكان آخر كذلك اللي هنه في البلديات الحجر هذا مخصص من مساعد إلى من مساعد إلى عيل غزالة فعندنا مستشفيات قروية كثير انتمانا إذا كان عندهم أطباء هم مستشفيات قروية فتحات كلمناها نحن بشكل ودي بعتنا رسائق قالوا ما عندنا رشاء طباء نحن نعم عن طريقة البلدية اللي ما عندش طبيب وتمريض ما يوضي يسكر ما عليش كاعدت في مستشفى ما عليش يعني خلاص الوضع جليل ووضع يعني نحن يقدوا في الوضع في الأمور الكويسة شغل متريح وقاعدين يمثلوا في المستشفيات وقاعدين فيه والمجيش شغل الزر الآن قتال الآن نحن في معركة يهربون يقول ما عندش دكاتر المستشفى نحن نقول له هذا الكلام ذا الوزير الصحة وفتصل مباشرة معانا المستشفى اللي ما عندش دكاتر وتمريض قاروي مفروض يتم إغلاق ويستعمل كحجر نحن عندنا مشكلة في قامة الآن في عندنا مشكلة في الإقابة في الحالات اللي هنشتباه وينحطلون يعني الحالات اللي صادر العادي فيه المشاكل ممكن كلماتنا قدروا فيها قاروي خلوها تبث المنطقة على الأقل في الأخرى أغلب الحالات يجلنا الآن من الخارج بالمناطق اللي في قرويات ما عندش دكاتر وتمريض يسكر أو يحط في حالات رأوا الوضع صعب على الطبرة يتشيل وحاتها بهذه الطريقة للأسف ولا واحد كلمنا ولا واحد جانا نحن قاعدين نحن والخدمات الصحية والمركز الواطن الموجود داخل المدينة نعانوا في المشكلة وحدنا هذين فيهن أطقل طبية فيهن تمريض فيهن أطباء كان ما عندمش مستشفى ما يوجوش مستشفى طبيب ممرض أي مستشفى من هذين ما فيهن طبيب ممرض يقفل لأنه ما هوش مستشفى حقيقة ما ديون لأغراض أخرى ممكن أي حد يعرفت طبعا نحن نشجع على طبنا الطبية اللي موجودة هنا ونشد على يديهم وانتمناهم يبدلوا مزيد من الجهد رأوا مصابين بضعر عندنا إصابات عندنا إصابة طبيب الأسف الشديد عندنا بعض العناصر الآن عليها عراض وهذا موضوع خطير يعني هما نبوا بالشارع والناس اللي موجودين الموضوع راهو جدي الموضوع كان يحسبوها طبرق بأي شكل من الأشكال قريب أغلب الأحياء فيه نصابات كان نسممه الأحياء بهذه الطريقة كلهم يتلاقوا فيه نصابات قال لنا نحسبوها من حسب أخر أغلب القبائل اللي قاعدين في الحاجر بالخلف القبائل كان برنامج اجتماعي لذلك لازم يكون جد ويشجعوا الناس لو باليوم أبناهم رأوا من اللي قاعدين في العمل الآن متجيع ما يبوش نستحبطهم نحن نخذنا على الأحباط كإدارة ولا كوزارة صحة خذنا على الأحباط من الشارع ومتعودين عليه لكن اللي قاعدين اللي تخدم معانا رأوا صعب عليها أن نتحمل الكلام اللي يجي والطلعات اللي جان فيهم وفي اللي حتى يهدوا فيه بالتليفون نحن شخصيا تعارض للتهديم يهدوا فينا وهذا لا من مشيط الحجر لا من دير فالأمر هذا رأوا أمر جلل انتمان يبو يسمعوا الناس والشارع نحن يوميا نحن نعطوهم إجاز يومي ملخص على الحالات الإصابات والإجتباه وغير نعطوه نحن يومي يبو يسمعوا من مكان واحد آخر واحد يكتب في الفيس كذب ما فيه كذب يكذب يبو هذه قصة ترجع يبو الحقيقة اللي في المستندات الحقيقة الحقيقية حيقاو عندنا عن طريق اللجنة الطبية وعن طريق الأمور الطبية مفصلة في الجهة الشرعية في جميع القلوات الشرعية اللي يتبعون الدولة واللي لنا مشارعات عندنا يبو يسمعوا في صفحات وهمية في الفيس والله في مكان آخر وهمي هذه حاجة ترجع لهم ونحن نقولها من خلال المنبر هذا نحن بإضافة أننا قاعدين في صراع وفي قتال مع هذا الوباء حنقاضي ونلاحق أي حد يطعم في مهنتنا ويطعم في وزارتنا ويطعم فينا كأطباء والله في تمريض ويطعم في كوندرنا الطبية العاملة أي حد نقولها إن شاء الله حتى أغرب الأقارب نثبت عليه أي إجراع حنقاضي في القضاء الليبي مش حنسيبه نمثل في هذه المؤسسة كماركز طبق الطبي ومثل في وزارة الصحة أي حاجة جي عليه الأفراد اللي يخدموا معنا يكون أسمع معروف نحن ندر في البلاغ ونلاقي ما ترك لجهات الأمنية المختصة وحكيناها من قابل وناشد مدير الأمن إذا كان أي حد غلط فينا بقصد أو بدون قصد ودرنا في بلاغ ولم يتم القبض عليه نحن بروحنا سننسحبه من السحر إذا كان مناش محميين سنسيبه نحن رأنا مناش قادرين نصبوا عليك على الإصابات كثيرة الناس براقبة الحواشين ما لحد ما لنبوش نعلن لو كان فيه نبدو تحليف طبرك حننجل الإصابات من نصب لك ما لحد بالتليفونات تابع فيهم الأطباء بتليفوناتهم الخاصة الموضوع علىه قدير نحن حبينا النوه عليه لأن حقينا استهزاء واستهتار لدرجة لا تصور في ناس من اللي عندهم إصابات يكذبون هل فيهم إصابات يعني موضوع أخطر منك ما عاش فيه ونترك الأمر تود دكتور أحمد شوي على الأمور العلمية وتفاصيل الأمور العلمية على الحالات وشكرا السلام عليكم طبعا الإجازة اللي حكى عليه دكتور فرج أن مجموعة الحالات كانت 22 حالة 21 حالة موجبة ناشطة يعني وحالة وفاة الـ 22 منهم حوالي ثلاثة حالة محارجة والباقي كويسين يعني حالة مصحية كويسة فيه اثنين منهم ما عندهمش أعراض وكويسين إن شاء الله وضحهم يمشي تمام لكن في ثلاثة عندنا حالة محارجة هذه للعلم الحالة المتوفية تم سحب ادخلت قسم العازل كحالة اجتباه تم سحب العينة والحالة كان عنده حاجز ماردي إس اللي هو التهاب حاج يعني في الصدر التهاب قوي سحبنا منها في الليل ثاني يوم في الصبح توفت لكن هلا كانوا متعاونين مبارك الله فيه ما مسحة تنزل وبيان على الموضوع هذا هذا بالنسبة للحالة للحالات مجموعة الحالات الحالات موجودة في الحجر الصحي نبني نحكو حاجز نحن للعامة ولا للأطباء مش أي شخص عند عراض مفرض أن يطلع من الحوش الحالات تقسم للآتيم حالات الاجتباه أي شخص عند عراض بسيطة أي شخص مجتبه فيه عند عراض بسيطة يظن أن عراض تنفسية حرارة كحة مثلا التهاب حالق حاجز كفذين يأخذ مقويات المناعة فيتامين سيء أدول حاجز كفذين ويقعد في حوش يحجر روحها في حوش تمام الحالات المتوسطة والخطيرة اللي فين دهش وفين تاعب وواهب المريض يمشي العيد تصدري يعالج إذا كان هم داروا للسوار يحولون العازل يقبل مش أي واحد نحنا سير نلود رصير نحمل على قسم العازل قسم العازل معبّة تمام معبّة أمس في الليل أمس تحمل قريب 15 حالة أخرى اشتباه معلشنا مش نخوف لكن عشان يقبل الناس عارفين قسم العازل رام عبّة طوى أبلغنا درطول فراجي بنفتح قسم حداخل عازل لكن رأي الحمل هذا هو لي آه لكن العالم كله حتى في أوروبا و في أمريكا اللي هن منظمة طبيعية إلى الآن مستطرين عليهم إلى الآن الله أعلم في نهاية الأسبوع نهاية الشهر يكون الوضع الله أعلم لكن طوى مستطرين لكن حالات اشتباهها أرحقان نرى أرحقان بالتليفونات و أرحقان بالحمل على المركز مش معنى أن نحنا نضمر و منهلنا لكن عشان يعرفوا الناس نحنا توف في وضع تفشي أي شخص عند عراض بسيطة يأخذ حاجات مقوية المناعة يكثر سواء و يقعد في الحوش و يحاول يحجر روحها على هلا يقدر في غرفة وحادة يستخدم حمام محادة قادر الأمكان اثنين أي شخص عند عراض متوسطة لشديدة اللي هي دهشة واهب تاعب يمشي لصدرية شكوا فيه طباء صدرية يحاولوا للعزل تمام بالنسبة للمخالطين و الموضوع اللي يكثر على المخالطين تم أي شخص طب الحمد لله تو المكذبين بدأ يقول له شوي شوي لأن الحالات تم من قبال طبر كل أي شخص مخالط الحالة مش معناه أن ينسحب له نحن نعانه من نقص بالصوابات اللي هي المادة اللي نسحبه بها والنقص في مواجه التشغيل وبلغونا بنغازي كم مرة إن نرى نحن عندنا نقص اللي غالب هذا موضوع عالمي مش موضوعنا نحنا ولا موضوع اللي جنع عليا عشان يكبر الناس أعرفه بس أي شخص خالط حالة رقم واحد شخص ما عنده شعرات يحجر روحها 14 يوم من آخر يوم حق فيه صاحبة رقم اثنين أي شخص عنده عراض بسيطة نفس حالة الاشتباع البسيطة يأخذ مقويات مناعة سوائل ويحط روحه في الحوش ما يتحركش بالك رقم ثلاثة أي شخص عنده عراض متوسطة إلى شديدة ويكون مخالط الحالة موجب هذا يجي نسحبه له نحن مطررين نسحبه للحالات الشديدة فقط للمخالطين مش أي مخالطين سحب له الحاجة هذه يجب أن يفهموها الناس يقول لك ناش جارتي نا مش عارف قريبتي نا سلمت عليها نا شفتها كلها ما ظهر معني شي ما عندك شعرات والله عرضك بسيطة أحجر روحك في الحوش ربعض أسر يوم من آخر يوم وإن شاء الله ربي يرفع عننا هذا الوباء الوضع موضوع كبير يعني فهمته تم يكبر ويعلم الله أنه تمنا نعجزه للآخرك ياريت الناس كلهم يحجر الواحم في حوشينهم ما يطلعش واحد من الضرورة طلع واحد يجيب موضوع غذائية يجيب حاجة يتخص يطلع بماسك ما يسلم على أحد حفظه على فسابة المتر الله يرحم ورديك وخالكم في حوشينكم على الموضوع كبير بلك إن شاء الله خير بلال الحاجة بس من خلال هذا المؤتمر إننا نحن في السابق كنا حتى نحن كأطباء وكذا متوقعين يعني هذا الوباء إنما يوصلناش إلا بعد يكون قد انتهت قسطه دروله علاج وتطعيم أو إلى أخير يعني كنا متوقعين إنه مش هيوصل الطبر أو سن فنحن نعلن الآن طبعا كنا الحجر نتمنى من أول يوم نتمنى ما يدخلش فيه حد أصلا كنا مشات فيه اسم الحجر الصحي اللي غادي الموجود وكنا متمنى ما يدخلش فيه حد يقعد محافظين عليه إلى حين تياد الأزمة لكن للأسف هو بدأ وبدأ في دخول فنحن من هذه اللحظة نسموه مركز الحياة لحالات الكورونا لأن تمت الكورونا الآن تشخيط رسم هنغير المسمى بتاعه حتى معشقة كلمة حجر وعرى عن ناس وعلى المواطنين وعلى المرضى هنغيروا أسمى من هذا المؤتمر هنسموه مركز الحياة أو قسم الحياة أو المؤمنة في أسم الحياة عشان يقعدوا هضوم عندهم أمل في الحياة شكرا نقطة نقطة أخيرة نحن موجود عندنا جهاز جين إكسبرت جهاز هذا محتمد من نظمة الصحة ومركز وطن مكافحة الأمراض جهاز هذا إذا توفر المواد التجري الكارتجي الخاص بالكوفي 19 ومستعدين نحن نشتغلوا العينات خلال ساعة ونص ستطلع النتيجة بسم الله الرحمن الرحيم عبد المنم سويكر مدير الدرد خدمات صحية طبرق السكبانا لكلام زملاء والحمل علي قسم العازل من مركز طبرق الطبي وأيضا مركز مكافحة الأمراض فضفنانا أننا اليوم عياتين اللي هي المختار والمنارة احتبارا من بكرة صباحا بإذن الله سيشتغل بشخفة الزحمة والناس اللي سيرتها للناس اللي ترقع حرارة يقول لك نمشي لمركز الطبي العيادات العامة والمركز الواطني مكافحة الأمراض حيكون القناة الأولى في الفلترة قبل ما يجوه للمركز الطبر يعني المقصود بأدم على المركز فيه حتى في هذه الهامة وأيضا نشكر جنود المجهولين اللي هم الدكاترا والتمريض والمهن الطبية والناس تعين التعقيم هذور راهم من بداية الحملة من شهر ثلاثة ونحن متواصلين بالعمل موقفناش لكن الطعن اللي يشوفوا فيه في الأطباء اليوم عندنا ثلاثة من دكاترا جوني قالولي نحن معاش عندنا رغبة في العمل نظرا للطعن من الناس راهم هذول أبناكم واخواتكم هم الخط الدفاع الأول فالطعن في المهن الطبية بالذات نحن هذا نبقى نترفع عليه وإن المرض موجود راهم عاش فيه كلام موجود والحالات متواجدة وتوى ووقت الدكتور اللي مغرب ولا مشرك هذا وقت الميدان والميدان راه هو قسم الحجر اللي يقولنا طبيب وقاسم هذه المهنة إنسانية بحت هالناس اللي قدامكم كلهم قادرين أنهم ينسحبوا مساحة نحن رانا لعند أمس فكرنا أن نديروا استقالات جميعا مطاعا لنسمعوا فيه من التجريح اللي نسمعوا فيه نحن رانا من 17 ثلاثة ونحن متوصلين في شهر رمضان خدمنا من الصبح للليل في الفنادق استقبلنا العالقين ما فيش حاجة مدرناها ووضع عملنا وواجبنا يعني مناش منين بيع لي حد لكن شكر ردك فعل عقاب النهار نقول لها رحم والديك لكن الطاعم التجريح اللي أول لمس فينا هنا راهوا الكلام اللي صار في قسم العازل ونزلوا عن نت كلام جرحنا جميعا ونحن رانا في قارب واحد ولما نطيحوا نحن حطيح البلدية بالكامل يعني أول ما يطيحوا يطيحوا الأطباء والمهن الطبية بعدها حطيح المواطن اللي في الشرع والدليل السن المصابة توه في الحجر الناس مفروض تعود السبب لأعمار كلها كبيرة وجاية من مكان تزحم لفراح والمناسبات نشغل السيد رئيس مجلد تيسيري ووقف معنا من البداية بيقفل الصلاة ويقف المآتم لكن هذا كل التوعية المطلوبة الناس السلبية في النهاية الأمر تذكر الله معنا ويدعوا معنا باش نفتكهم من الجائحة ورب يحفظ الجميع وبرك الله فيك من الإعلام ونشكركم من يتاهد هذه الفرصة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر